اشتركوا في القناة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني وأكد سموه في البرقية أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء للحرس الوطني منذ مراحل تأسيسه الأولى كان له الدور الكبير في تعزيز دور هذا الصرح الوطني في الحفاظ على أمن مملكة البحرين والذود عن منجزاتها التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وأشهد سمو رئيس الحرس الوطني بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في تعزيز جاهزية وكفاءة الحرس الوطني لأداء واجباته الوطنية داعيا الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالمزيد من الأمن والرفعة وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني أعرب سموه فيها عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على تهنئته بهذه المناسبة مشيدا سموه بالدور الكبير الذي يطلع به الحرس الوطني في الدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوة دفاع البحرين ووحدات الأمن العام وهنأ سموه حفظه الله بهذه المناسبة سمو رئيس الحرس الوطني وجميع منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وأفراد معبرا سموه عن عظيم فخره بما حققوه من إنجازات كبيرة ترجمة نانسي قنقر